موسيقى صباحكم بصري مرة تانية مشاهدينا مزالت حمالات التوعية مستمرة للوقاية من أمراض السرطان خاصة أنه شهر أكتوبر اللي بتنتشر فيه هذه الحمالات التوعية على مستوى العالم للوقاية من أورام الثدي الحقيقة أنه حرست كثير من الجهات على نشر الوعي بين السيدات بشكل خاص وبتشهد فعلا الجمعة القادمة دعوة من فريق سفراء الشباب العالمي بالتضامن مع حملة أنتي الأهم ومشاركة المشروع القومي لصحة المرأة والاتحاد الفيدرالي الدولي لطلاب طب بعمل أكبر سباق دراجات وماراثن في الشرع الأوسط من أجل التوعية بالكشف المبكر للبريست كانسر أو سرطان الثدي وعوامل خطورته تحت شعار لسه جميل اسمحوا لي من أنا أرحب بضيفي دكتور عمر حسن مدرس استشاري النسا والولادة ومؤسس حملة أنتي الأهم برحب بيك يا دكتور برحب بيك يا دكتور نجلاء فتحي سفيرة الشباب العالمي زيك يا دكتور صباح الخير والحقيقة أنه عرفت منكم أنه كل السرطان له لون احنا أكتوبر الوردي اسمه كده صح؟ لأنه الرمز أو اللون اللي بيدل على سرطان الثدي أو البريست كانسر هو اللون الوردي صح كده؟ أكتوبر الوردي شو معنى وردي؟ هي كل منظمة للصحة العالمية عشان تزود الوعي ضد أنواع السرطان كل نوع سرطان حد داله يا إما شهر يا إما يوم مثلا سرطان عنق الرحم، سرطان المبايد، سرطان الرحم سرطان لسدي نققله شهر عشرة طيب إش معنى، وكل السرطان له ريبون معينة الريبون اللي نققه السرطان السدي هو لون البينك لون البينك بيرمز دايما للستات طيب إش معنى إنه نهتم بق intimidated بسرطان السدي وعملينه شهر كامل خلينا أقولك إن السرطان السدي ده السرطان رقم واحد في السيدات السرطان السدي ده تاني قاتل للسيدات بعد مرض القلب واحدة من كل 8 سيدات يجي لها سرطان السدي كون أن أنت الواحدة 6 ده ريسك فاكتور أن هي يجي لها أصلا سرطان السريق واحدة من 8 سيدات ده ده عدد كبير كبير ما احنا بنقول إن ده سرطان رقم واحدة سيدات عشان كده بنحاول دايما نزود الوعي هي الفكرة دايما في أي نوع سرطان هو الكشف المبكر نقول دايما نطمن الناس الكشف المبكر يساوي الوقاية الكشف المبكر يساوي إن احنا لو اكتشفنا السرطان في مرحلة مبكرة نسبة الشفة إن شاء الله من 90% لـ 100% بينما لو حصل تشخيص للسرطان في مرحلة متأخرة ده لقدر الله ممكن هو اللي يؤدي للوفاة ويقلل جدا نسب الشفة فالهدف دايما هي الوقاية وغير الوقاية نعمل الكشف المبكر فمهم إن احنا نتكلم عن نسبة حتى لو الموضوع ما فيهوش وراثة في العائلة صح؟ لأنه بيجي ساعات أحيانا مش وراثي صح كده يا دكتور؟ بس خلينا يعني أعرف الإجابة من حضرتك بعد ما ناخد الخبر العاجل معاكم مشاهدينا أنه تم دلوقتي حالا منذ قليل استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي وتم تعيين طارق كامل محافظ للبنك المركزي إذن تعيين طارق كامل البنك المركزي بعد استقالة هشام رامز ده خبر عاجل بنشوفه دلوقتي ما حضرتكم على الهواء مباشرة والرئاسة أعلنته منذ قليل أعلنت استقالة هشام رامز اللي كان محافظ للبنك المركزي وتعيين طارق كامل خلفا له طيب نرجع تاني كنت بس أل حضرتك عن أنه الموضوع مش بس وراثي صح؟ يعني ممكن سيدة تصبي وما فيش تاريخ وراثي في العائلة يعني مش لازم تكون فيه تاريخ وراثي هو ده عامل بيزود الخطورة لكن كون إن هي سيدة أو أنثى ده عامل الخطورة الوحدة وفيه عامل تانية إن هي ستة آه إن تأخر في الرضاعة إن هي مثلا تأخر الدورة الشهرية بعد 55 سنة أو إن هي تيجي قبل 12 سنة فيه عوامل كتير ده اللي بيخلي إن فيه فرصة إن هي جلسة طارية سادي أكتر وهو منتشر فعلا عشان كده إحنا مهتمين به عشان كده إحنا عملنا حاملة كبيرة إن إحنا نحاول نوصل لكل الناس في كل المحافظات ونوعيهم بإزاي تعمل الكشف المبكر وإزاي كمان تعمل يعني بعد كده تعمل إيه بعد سن الأربعين تعمل إيه بعد سن الأهدي إجراءات مختلفة عن قبل الأربعين آه يعني من بعد سن العشرين بتعمل اللي هو الفحص الذاتي كل شهر وبعد سن الاربعين بتعمل الفحص بالأشعاء اللي هو المامو جريم إزاي بيتم التنظيم لليوم العالمي ده للوقاية من أمراض التسادي هي منظرات الصحة العالمية بتدعو أن في شهر عشرة كل المهتمين بالصحة يبدأوا ينظموا فعاليات للتواية يعني إحنا مثلا كان يوم 11 عشرة وكان يوم 11 عشرة قلنا نقيينه كمان عشان ده اليوم العالمي الفتاة ديول الانترناشنال دي كان كبري عباس في اليوم ده حطينا عليه لوناه كله لونو بي برضو وردي آه طبعا وردي عشان يشد الناس الناس كتير كانت فاكرانا بنبيع الأول بلالين يعني أنتوا بتبيعوا بلالين لأنه كله بلالين أو الناس بتسأل هو حد مهم هيعدي فإحنا ده كان مهم إن احنا نعمل حاجة آي كاتشي عشان الناس تبدأ تيجي تسألنا احنا بنعمل إيه فابتدينا إن احنا كنا بي معنا فلايرز بنوزحها للناس يعني إيه كشف ذاتي يعني إيه همية الكشف المبكر يعني إيه ما مجرمي يعني بص هنا كبري عباس البلالين وهي محطوطة عليه كله كان كبري عباس على الناحيتين خلينا كله كبري عباس ارتدى الوردي في اليوم ده اللي هو يوم 11 عشرة اللي هو في نفس الوقت وحطيته كمان شعارات يعني بتوعي الناس شعار أقل لسه جميلة وابتدينا عشان نشد الناس الناس بتاعي تسأل إيه لسه جميلة هل يا طرق ده إعلان مستحضرات تجميل ابتدينا لأ يعني عاملين اللون يشد الناس اللي بدأ يتكلموا وكنا بنتكلم مع الناس عوامل خطر يعني أنت كنتي لسه بتسأليه دكتور نلاقي إيه عوامل خطر في حاجة تانية مهمة انتشرت عندنا حاجة زي التدخين من أكثر العوامل اللي تزوز احتمالية السرطان السادي ولو بصينا في مصر هتلاقي التدخين بقى منتشر جدا في مصر الشيشة اللي الناس بشايفها بقت حاجة سهلة وبقت موجودة في الكافيهات بين البنات والسيدات لا بيشفوها شياكة دلوقتي هي دي مشكلة أنا بقول إن دي خيابة مش شياكة يعني دايما التاريقة تقولك ممكن تلاقي الست بتشايش وجوزها جنبية بيشرب عصير برتقان يعني الشيشة بقت منتشرة بطريقة مرهبة في مصر وبين السيدات بقى بين السيدات خصوصا المرض السرطان يعني الخصب الثادي أصبح يعني مرض منتشر ما بين السيدات منتشر وهي بنقول إن التدخين أو الشيشة مش بيزود بس السرطان السادي بيزود كل أنواع السرطان عندنا عمل خطر تاني وبرضو منتشر في مصر اللي هو البدانة كلما الست وزنها بيزيد الخلية الدهنية دي تزود احتمالية مش بس إن يجيلها سرطان سادي سرطان سادي وسرطان الرحم فدائما بنقول للستات تحافظوا على وصنك ست لما تبدأ سنها يعدي الـ 45 يبدأ اهتمامها بنفسها يبدأ يقل خلص حست إن هي عملت اللي عليها وخلفت وخلصت اهتمامها بجسمها يبقى أن يقل أقول لها خلي بالك البدانة ده غير إنه هزود لك احتمالية الضغط والسكر والقلب هزود لك احتمالية كل أنواع السرطان عندنا حاجة برضو منتشرة نظام الأخذية الخاطئة إحنا إنتي ما كناش نسمع عن السرطان من 30-40 سنة ليه دلوقتي ثقافة الفاسفود والأكل اللغاني جدا بالدهون هو ده اللي يفسر لك ليه بقت السرطان بقى منتشر جدا يعني لو دخلنا في هندق كده تفرجي جنبك واحد أجنبي بيأكل إيه هتلاقي بيأكل خضار وفاكهة وطبقة صلطة إحنا إنتيه في دماغك هو ده عيان ولا إيه بينما إحنا ناكل الأكل اللغاني جدا بالدهون الستات بقى تستسل كتير جدا تقولك أنا مش هردع طبيعي عشان أحافظ على شكل جمال سدري أقولها إن الحاجة اللي ربنا خلقنا عليها هي اللي بتحمينا الست اللي تردع طبيعي ده يحميها من سرطان السادي الحمل في حد ذاته يحمي الست من سرطان السادي يعني نقول الحاجة اللي ربنا بيدهننا وبيخلقنا عليها الحمل والرضاعة الطبيعية تساعد إن هي تحمي الست من سرطان السادي فكان مهم إن احنا نوارد نتكلم مع الستات عن عوامل الخطر عشان أقولها لا أخلي بالك حافظي على الوزن المثالي ابعدي عن التدخين ابعدي عن ثقافة الأكل اللي جاني بالدهون أبدأ أقولها على عوامل الخطر عشان بعد كافة المرحلة البعدية أبدأ أكلمها إزاي ممكن نعمل كشفهم بطريق بتنزلوا أصلا للناس إزاي وهل لما بتعملوا على نشر الوعي ده بتلقوا استجابة ولا لا يعني كتير من السيدات تقولك لا يعني إحنا فين بقى والسرطان فين يعني بالعكس ممكن يكون قريب جدا مننا وإحنا مش مدركين بتلقوا استجابة لما بتنزلوا وإحنا فعلا بننزل الشارع يعني إحنا كنا أول بننزل مواطق عشوائية وده موجود لكن قررنا اليوم ده نحن ننزل الشارع عشان نواجه يعني الناس كلها مختلف بقى الغني والفقير والفي الميكروباس والفي العربية الملاكية كل الناس كان فيه طبعا ناس في الأول مش فهم إحنا بنعمل إيه بس إحنا بقينا نوقفهم عند الإشارة ونتكلم معيهم وفقا فيه ناس بقى بتيجي تقول لنا طب انتش معنا أنا ما ديتنيش الورقة ما ديتنيش معنا أنا ما ما ديتنيش أيوة أيوة بقى فيه الست اللي بيع المنادير في المكروباسات بقى بتيجي هي أنا عايزة باللونة أنا عايزة أتصور معاكم أنا عايزة أسمع طيب نبتيجي عشان كده بس يا دكتور لا لا بقى هي فكرة بقى أن احنا نعمل الحاجة اللي تشد الناس بقى كده نديهم بقى المعلومة طب بتهتم بقى بتهتمي الست البسيطة دي تسأل تسأل طب الفقرة ليهم أماكن نتعليك فيها طب احنا فعلا ممكن لو أنا عندي أجي طب أنا مش عارف فقرة الورقة طب اقرها لي مثلا في ابنك عندك في البيت مثلا طب خليه اقرارك الورقة دي تسلع الرقم دوت لو أنت عندك حاجة وبنعلمها وإحنا وقفين في الشارع احنا معظمنا يعني طلب الطب أو دكترة وكنا موجودين كان دكتور عامل موجود كان دكترة تانية موجودة وعملنا التوعية دي لموظم الناس حتى لما رحنا محافظات تانية بقينا نجمع الشباب كمان يعني نركزنا كمان على الولاد أن هم كمان يوصروا الرسالة دي لأمهاتهم طيب أنا دماتي عندي شعارين أنت الأهم ولسه جميلة إيه الفرق بين الشعارين دو لسه جميلة دي ده حدث الحدث بخاص ببريست كانسر أو بريسترطان السج حملة أنت الأهم دي الحملة الكبيرة اللي بتطلع منها الإيفنتات أو الأحداث اللي بنعمل بيها بنركز على صحة المرأة أو أي حاجات خاصة المرأة أيوة أيوة دكتور عم ممكن يتكلم أحسن أكثر عنها أقول لكل ست أنت لسه جميلة وأنت الأهم يعني هم اللي اتنين حاجة واحدة بس إحنا نقول أنك أنت الأهم هي الأم اللي منطلع منها بعض المبادرات اللي نبدأ الهدف الآخر هو إحنا نغير الوعي مشكلتنا دايما في مصر أو في بلاد العربية الثقافة الطبية والتوايا الصحية ضعيفة يمكن بره لو ركزنا يلاقي الأطفال في المدارس عندهم منهج اسمه طوايا صحية يعني الواحدة من وهي صغيرة يبدأوا يكلموها عن أنواع السرطان يعني إيه دورة شهرية تخلي بالك الزيت حافظة عن نفسك الكلام ده في مصر معلوماته ضعيفة شوية يعني أنت لو ركزتي لو أنت ما خدتش المعلومات دي لا في ابتدائي ولا إعدادي ولا في السنوية إحنا فعلا ما خدناش لا في ابتدائي ولا إعدادي ولا تنوي ولا في الشكلة حتى بتاعك ما فيش حد اهتمام أن نبدأ نتكلم مع الناس فنبدأ بنقول أن الهدف دايما التواية وإحنا شعب ما بيحبش القرية بينما هو بره بياخدوا المعلومات دي من خلال التواية الصحية في المدارس هم بيحبوا أصلا أن هم يقروا ويتواصلوا فكان لازم ضروري أن نبدأ ننزل مع الناس يعني زي ما قلت لك أننا كبري عباس يوم الجمعة إن شاء الله وأنا عاوزك تكوني موجودة معنا إن شاء الله تكوني موجودة إن شاء الله عاملين بقى سباق الدراجات وماراثن خاص هيكون إن شاء الله هيبا يوم الجمعة الساعة سبعة والمص صباحا هنتجمع في الزمالك ونبدأ أن احنا نتحرك نلف الزمالك كلها ونبدأ نوزع على كل المشتركين في السباق الجاري وفي الماراثن الفلايرز ويمكن حتى مفاجئة لسا كان الدكتورة نجلق لما قلت الهاش كان مؤسسة آدم ابتدت كانت تكلمتني قالتلي إن هم عندهم لجنة خاصة بالأعاقة كان إن في بعض السيدات اللي عندهم بعض الأعاقات الجسدية عاوزين حتى يبدأوا يشاركوا معنا نعملهم رسول يعني إن إحنا هي دايما بقول للوعي لازم كل فئات المجتمع تاخدوه الغني والفقير الإنسان السليم والإنسان المريض وبقول دايما في مصر إن حتى الست الغنية ما عندهش الثقافة الطبية هي يمكن الفرق بين الغني والفقير إن الغني معا فلوس إن يروح للدكتور بس هل يا طرحي عندها المعلومات إزاي تحمي نفسها أو هي عامل الخطر لا ما تعرفش طب إحنا عايزين نعرف إيه بقى المعلومات وإيه طرق الوقاية يعني أنا لو أنا يعني ربنا يا ربيش في كل الناس لكن لو حد ما عندهش أصلا المرض ده لا في العيلة ولا يجي على باله إنه ممكن يصب بيه في يوم من الأيام إيه المفروض اللي أنا قاعد أفكر فيه يعني أنا تحت الأقوة كنت بقول لكم أنا عايز أروح أكشف صح؟ من غير أي حاجة من غير أي سبب بس ده عشان يعني حاجة مهمة قوي صح؟ يعني ضروري جدا إنه حتى الوحدة لو ما عندهش أي حاجة ولا عندها المرض ده في العيلة ضروري قوي إن هي تروح تكشف على نفسها صح؟ بعد العشرين واجب صح يا دكتور؟ بعد العشرين بيحصل اللي هو الفحص الزتي كل شهر آه بعد انتهاء الدورة الشهرية بتيجي الست وقف قدام المراية آه بتعريش درها وتبدأ تفحصه ذاتيا تبص عليه لو فيه أي اختلاف لو فيه أي إفرازات غريبة لو فيه أي مثلا كالكوع أو أي حاجة ظهرت فيه بعد كده بالتلات سابع اللي في النص بتبدأ إن هي تمسك سادي سادي وتبدأ تعمل حركات دائرية وتحسه كويس لو هو فيه أي حاجة طلعت فيه غريبة وبتحس تحت الباط وتوعد قدام المراية تقارن لتنين ببعض ده لازم يتعمل كل شهر آه ده اللي هو قد بعد سن العشرين يعني لو حست إنه فيه أي شكل غريب حوالينا المنطقة دي لازم على طول تذهب للكشف آه بس لو إحنا بنقول حاجتين مهمين إنه هو فيه ساعات بيبقى فيه تجمعات لبنية فلازم برضو مش نتخضي من أي كالكوع يعني إيه تجمعات لبنية؟ تجمعات لبنية في السادي طيب؟ لبن نتجمع عادي في السادي بتردى أو حاجة فما نتخضش أول ما نلاقي الحاجة دي إحنا بس نتأكد مثلا إنه هي مش خطيرة مش خطيرة ونذهب يعني للدكتور نتأكد إنه دي حاجة مش ملاشي علاقة بالورم أو حاجة تاني حاجة إنه هي ما الحاجة اللي بتوجع يبقى هي كده ده مش معناه إنه هي خلاص مش خبيثة لأ إحنا برضو نتأكد يعني الكالكوع اللي بتوجع آه مش شرط إيه؟ أو مش شرط ما تكونش سرطان يعني فيه دلوقتي ويف أو الناس كلها فاكرة إنه مدام دي بتوجع خلاص دي مش سرطان بيقولك السرطان الخبيث بيبقى مستخبي ما بيوجعش وكده لأ فيه نسب أنا يعني قرناها على المنظمة الصحة العالمية يعني لأ مش لازم تكون إنه حاجة اللي بتوجعش مش سرطان كويس فيه كذا محظورات يعني هي لازم تقرأ وإحنا بنوعيهم يعني يعني أنا إنه هي تحفظ على نفسها نتأمر الفحص الذاتي ده بعد سن العشرين وبعد كده بعد سن الاربين تأمر أشاع بالمامو جرام بالمامو جرام آه آه بعد سن الاربين آه إيه تاني يا دكتور من طرق الوقاية أو طرق الاكتشاف أنا بس هضيف معلومة أن الكشف الذاتي أن أكد إنه هو بعد الدورة الشهرية ما يعني عشان لو shown عملتش وقت الدورة الشهرية یا الاسدر بقي فيه تكتلات عادي وقت الدورة الشهرية يعني لو الوحدة تقول لي كان وقت الدورة سدري ynزنّ التقيّل عليا فقول لها ما تفحصي سدرك وقت الدورة بس عشان الوحدة تعرف صدرها وتعرف حجمه وتعرف الطبيعي عشانلا يقدر الله، لو يظهر حجرت طبيعي flight تقدر إنه هي تقول Amongim هي نفس المعلومة أنها بعد سنة الاربعين طرق الوقاية التانية هي إيه؟ هي أن نحن نعيش صح يعني نعيش صح أنا قلت لك أن البدانة أحد عوامل الخطر يبقى قلت لك حافظة على وزنك الأكل اللي جاني بالدهون يبقى قلت لك إقليلي الأكل اللي جاني بالدهون والركز على الخضار والفاكهة والطبقة صلة الكبيرة دي أحد العوامل طبعا البعد تماما عن التدخين لازم أن التدخين قلنا بيزود بس كل احتمالية السرطان نقول أن أنت أعرفي شجرة عيلتك يعني أنت أعرفي شجرة عيلتك شوفي مامتك خلتك عمتك جالهم إيه وابدأي تكلمي مع الدكتور لأن أنت لو لقدر الله في حد في العيلة أو قريب من الدرجة الأولى جاله سرطان سادي لا أنت مش هتدوري وانت عندي سنة الاربعين على المامو جرام يبقى قبل قبل كده طبعا فيبقى دايما نقول اللي عندها تاريخ مرضي في العيلة لازم تعرفي شجرة عيلتك تعرفي أن شجرة العيلة دي بتفسر لك حاجة كتير جدا يعني لو واحدة تقولي أنا عاوز أعرف هي دورتي هتقطع وانا عندي كم سامة أقول لا أشوفي مامتك ده كمان من شجرة العيلة من شجرة العيلة نقدر نعرفه كل حاجة يعني واحدة تقولي كانت دورة بيجي لي بواجعة ومغس شديد جدا وبموت وقت الدورة أقول لا أسألي مامتك كده هتلاقيه هي صغاركة نفس الكسة فدائما شجرة العيلة بتفسر لك حاجة كتير التوعية مهمة جدا ويمكن بره مهتمين أكتر يعني يمكن لو سمعنا كانت ضجة اللي اتعاملت كان على موضوع الموصلة أمريكية أنجلينا جولي صحيح هي ما كانش عندها سرطان السادي ما كانش عندها سرطان ومع ذلك عملت عملية إزالة للتدلانية كان عندها تقريبا حد في شجرة العيلة حد في شجرة العيلة كان جاله سرطان السادي لما دوروا اكتشف أن عندها ميوتيشن في حاجة اسمها بي آر سي إي يعني عندها تحور في أحد الجينات يخليها أكثر عرضة قالوا لها من نسبة 80% يجي لك سرطان سادي وسرطان مبايد هي اختارت من قبل ما يجي لها سرطان سادي إن هي أزالت الساديين ويمكن من أشهر الصور اللي ممكن شوفها على جوجل بيحطوا دايما صورها بفور عند أفتر عشان يقول له الستات خلي بالكو جراحات التجميلة طورت جدا الست اللي هتشيل صدرها لا خالص ممكن إنه هو مع الجراحة ما نعرفش إن السدر تشال وحاجة تانية كان عندها برضو أكثر عرضة يجي لها سرطان مبايد فتشالت برضو زالتهم كمان تشالت كمان مبايد وبرضو من الصور اللطيفة جدا إنه التريئة وهل يا ترى أنجلينا بعد شالت مبايد طلع لها دقن لا خالص نقول برضو إنه فيه علاج هرموني تعويدي فتظل أنجلينا بنفس الجمال اللي انت شايفها بيه فاحنا دايما بنقول لا الطب تطور حتى لقدر الله اللي هجي له سرطان شالت السادي لها علاج شالت المبايد اللي هي رمز الأنوصة اللي بتطلع عليك هرمون الأستروجين اللي هرمون الأنوصة الجميل دي برضو لها علاج هرموني ويمكن حتى الاهتمام بسرطان السادي يمكن بديء من الستينات كان الرئيس الأمريكي فورد أول ما استلم الرئاسة مراته بعدها بشهر طلعت أعلانة إنه عندها سرطان السادي وشالت ساعتها كان صدرها بس ساعتها ما كانش منتشر قوي بالطريقة ما كانش منتشر بس يمكن ده اللي ابتدى إيرا إن الاهتمام بسرطان السادي ليه؟ لما سيليبرتي بيجي له مرض ويعلن عنها ده بيخلي كل الصحف بتخلي كل الناس المعجبين فيه أو الناس اللي بعد يتحديه بتنتبه وتنتبه وتفهم إن ده مرض ممكن يجي لكل الناس للغني للفقير فكان ساعتها بتدت الإيرا إن كل وسائل العلام في أمريكا تتكلم يعني إيه سرطان سادي وده دايما اللي احنا بنقوله إن احنا دايما لازم نتكلم المشكلة دايما لو جاتي تتكلمي مع واحدة تقول إيه لعى سرطان تقولك يا ساتر رب أنت أتفاول فيه الشيء بينما هو نقول لأ عشان تقدر يتحارب الحاجة لازم نتكلم عليها نتكلم عن عوامل الخطر نتكلم إزاي الوقاية هو اللي يمكن المرض ده بيصحبه أكتر النفسية اللي بتكون يعني معاه صح؟ بتكون يمكن يعامل مساعد إيجابي في التخلص من المرض أو لأ إن هي تستمر فيه أكتر ده بحسب الحالة النفسية مش كده يعني مرتبط أكتر بحالة الستة النفسية صح دكتور بس أخيرا يعني عشان كده اخترنا الاسم إنه يكون لسه جميلة نحن عايزين نعرفها إنه هو حتى بعد العلاج ده مش أنت مش بتتغيري بتبقي وحشة أنت ممكن تفضلي جميلة أو أنت لو حفزتي على نفسي من هنا جات لسه جميلة عشان نعمل دعم نفسي للمرضى اللي هما نجم من السرطان أو للمرضى اللي موجودين أو الستة اللي خايفة إنها تكتشف إن عندها سرطان بتحميلش الفحص الزيت مش عايزة عارف دلوقتي حتى فيه شباب كمان دكاترة كمان عشان اللي بيخافوا يتخضوا وبيخافوا من بعد كده مش المشكلة مش في السرطان المشكلة في اللي بيصاحب السرطان من علاجه كماوي وشعر بيقع ونفسي يعني صح؟ هو ده الفكرة بتاعت الكشف الزيتي أو الفحص المبكر إنه ممكن ببساطة لو هي لحقتها في أول مرحولة منها ممكن كما تحتاجش نهاية تشيل السدي ممكن بيتشال دلوقتي بعمليات جراحية دقيقة وبيتخليها إنها تتفادع عوامل كتير قوي وإزاي ما دكتور عمر قال نسبة النجاح بتكون من 80% إنها تخف تماما وما تحتاجش للمعاناة إن احنا بنلاقيها بعد كده المشكلة في مصر إن ستات بتخاف إنها تعرف إن عندها مشكلة نعرف إن احنا عندنا مرض فبالتالي بتأجل إنها تكتشف المرض ده فبيوصل لمحارة الرابعة أو لمحارة التالت دعوة دلوقتي كل السيدات اللي عندهم واللي ما عندهمش إن إحنا لازم ننزل وفورا نكشف والكشف المبكر ده يعني بيجنبنا مشاكل كتير يمكن إحنا في غنى عنا أشكركم جدا بشكرك يا دكتور نجلة جدا شرفتينا بشكر دكتور عمرو رباني وفقك يا رب يوم الجمعة هحاول ممكن أبقى نيمة مشكركوا جدا